السلام عليكم. في سؤال في الانتربيو بريء جدا. ما عزلك ناس كتير ممكن ما تعديش من الانتربيو بسببه. إلا صار اهتمامك في هذه الوظيفة. لما حد يتلبك يبقى ده ما بيحضرش للمقابلة باش عارف هو جاي فين. آآ ده بيقرام السبيب بتاعه وبيعمل حسابه ان هو يروح العشرين شركة في نفس اليوم. هنعزين حد يكون جاي لشركة دي وعارف محدد هدفه. فالجابة ببساطة ان انت تكون محضر وعارف الشركة دي ايه المنتجة بتاعيتها والخدماتها والمشروع الشغلة فيها واخر اخبارها. بحيث ان انت ممكن تقول آآ انتو شغالين في المستشفات ومعكم رشروع كزا وكزا وكزا. وانا آآ خبرتي في المستشفات مسلا ان انا اشتغلت في مستشفى واحد اثنين والتلاتة. فده بناسب جدا لخبرتي وانا وصف ان ان شاء الله آآ هستفد من الشركة وهقدر ان شاء الله افيد في الشغل بإذن الله. او تقول انا كنت شغال في المشاريع التانية وحابب ان انا ادخل في المجال دوت. وآآ انا عارف ان انتو شغالين في كزا كزا كزا. وده هيفيد لخبرتي وفي نفس الوقت انا عندي خبرة قادر ان انا اقدمها. المقصود من السؤال دوت ان انت تكون آآ عارف الشركة وذكرتها ودخلتها على الانترنت. ده ودخلت على موقع الشركة هتاخد المعلومات الكافية ان انت آآ تعدي من الانترفيو من السؤال دوت. لو عملت سيرش على جوجل الشركة دي. مسلا ان رحت تعمل انترفيو في شركة اسمها آآ اي بي اي على باب الله مسلا تمام? فتقدر قبل ما تدخل تعمل سيرش على الانت فتعرف الشركة دي ايه المنتجات بدعيتها كزا كزا كزا. آآ ممكن من تلاقي صفحة على الفيسبوك يقول لك اخر اخبار فتعرف بعض الاخبار. فتقدر آآ تتكلم عن الشركة وتتكلم عن الوظيفة تقول مسلا دوت. آآ مناسب للخبرة بتاعتي او دوت. آآ في تحدي فانا عايزة آآ اخش التحدي دوت. وان شاء الله اضرر قبلس نفسي باسن الله. وبالتوفيق اللي نحن.